بدأ المستوطنون محمد اقتحام بلدة صباستيا وتحديدا الموقع الاثري شمال غرب نابلس شمالي الضفة الغربية وفق الدعوات الاستيطانية فإن عمليات الاقتحام بدأت منذ الساعة الماضية وهذا ما نرصده فعليا على أرض الواقع تنطلق المجموعات الاستيطانية بمركبات خاصة وعبر حافلات من مستوطنة شافي شامرون شمال غرب مدينة نابلس كنقطة للتجمع ومن تم التوجه إلى ساحة الموقع الاثري حيث نتواجد في هذه اللحظة حيث أن جيش الاحتلال الاسرائيلي منذ الساعة السادسة صباح هذا اليوم قام بفرض طوق أمني كبير على المنطقة وأغلقها أنا أرى العربات الاسرائيلية من جنزرات بصورة جلية نعم هذه هي العربات وهذه هي الآليات العسكرية الاسرائيلية التي تتمركز بكثرة حقيقة في هذه اللحظات هنا على الأقل نحو خمسين جنديا إسرائيليا ينتشرون بين الموقع الاثري وكذلك أيضا أطراف من البلدة على وقع تأمين اختحامات المستوطنين في هذه اللحظات هذه الآليات عادة ما تتمركز في الموقع الاثري بين فينة وأخرى تمت التحركات لها في محيط الموقع وعلى أطراف البلدة بهدف استمرار منطقة الاسرائية وتأمين طريق دخول المستوطنين إلى هذا الموقع الذي طبعا يأتي كجزء من احتفالات عيد الفصح اليهودي ونحن اليوم في اليوم الثالث من عيد الفصح الذي يستمر لسبعة أيام وهو بدايته منذ الخامس عشر وفق تقويم السنة العبرية بالتزامن مع الصورة التي نقلتها الزميلة إيمان جبور قبل قليل في مدينة القدس فإن هنا صورة مماثلة لوطيرة هذه الاقتحامات وكانت بالأمس صورة مماثلة في مدينة الخليل طيب كي أدرك يا خالد يعني ولن زمنا شادي ربما اقترب قليلا من هؤلاء المستوطنين يعني إن كانت المعلومة هذه دقيقة يعني يبدو لي أنه وكانها نقطة تفتيش ربما أو مدخل لهذا المكان الآثري خالد كي أعلق وأعرج على الصور معك الآن هذه الصورة التي نرصدها الآن هي خيمة استقبال للمستوطنين نصبها المستوطنون ساعات صباح هذا اليوم من خلالها يتم تقديم المشروبات العصائر وكذلك وجبات الطعام وكذلك أيضا منشورات تاريخية تتعلق بالرؤية الإسرائيلية المتعلقة بالموقع الأثري هنا في سباستيا شمال الضفة الغربية خلف هذه الخيمة ولا نستطيع اجتياز هذا العمق الأمني حقيقة ثمت ما يعرف بالمدرج الروماني داخل المدرج الروماني هناك يتم عقد مسرحيات تاريخية تسعى من خلالها الجماعات الاستيطانية تكريس السيطرة والرؤية الإسرائيلية المتعلقة بأن هذا الموقع الأثري هو يتبع للإسرائيليين وليس للفلسطينيين وزارة السياحة الفلسطينية تؤكد أن تاريخ الموقع الأثري يعود إلى العصر البرونزي أي قبل 3200 سنة قبل الميلاد خضعت المدينة بطبيعة الحال مدينة سباستيا إلى الحكم الأشوريين ومن ثم الفارسيين ومن ثم الرومان وأصبحت سباستيا في العهد البيزنطي مركزا دينيا لوجود قبر يحنى المعمدان النبي يحيى بن زكريا عليه السلام يستغل المستوطنون بعض أجزاء التاريخ لمحاولة السيطرة والأسرلة حتى أن عمليات الاقتحام هذه تحمل بطياطها أسرلة وتهويد والسيطرة وفرض قواعد ميدانية هنا على الفلسطينيين فيما يتعلق بالمواقع الأثرية بمدينة وبلدة سباستيا شمال غرب مدينة نابلس واحدة من المقترحات التي كانت حتى ما قبل السابع من أكتوبر وقبل وصول اليمين المتطرف إلى سدة الحكمة الإسرائيلي هي أن يتم إنشاء مركز شرطي لشرطة الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة وأن تشرف شرطة الاحتلال على عمليات دخول السياحة الدولية من دول العالم باتجاه هذا الموقع والتي بطبيعة الحال انخفضت بأرقام قياسية على وقع التوتر في مناطق الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر وحتى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت مطالبات من قبل المستوطنين لوضع سياج أمني فقط لاستعراض خارطة أوسلو واتفاقية أوسلو مكانيا وزمانيا في هذا الموقع حيث تصطف المركبات هذا هو ما يعرف بالأعمدة ساحة البيدر في الموقع الأثري عند هذا الحد تماما هي المناطق المصنفة باء وفق اتفاق أوسلو خلف هذه الأعمدة هي المناطق المصنفة جيم حسب اتفاق أوسلو هذه المنطقة التي يناور بها الاحتلال الإسرائيلي وكذلك مع فرض طبعا وقائع جديدة مستمرة على مدار السنوات الماضية سواء بعمليات هدم تتعلق بنقاط البيع المتنقلة للفلسطينيين أو حتى بتقييد وصول الفلسطينيين خلال عمليات الاقتحام يطالب المستوطنون بشكل واضح ودقيق اعتبار الموقع الأثري بأنه يتبع لسلطة الأثار الإسرائيلية باعتبارها محمية طبيعية على غرار ما حدث سابقا فيما يتعلق بوادي قانا إلى الشمال الغربي من مدينة سلفيت وطبعا هو ذات السيناريو وذات الحجة والفرضية التي يلجأ إليها الاحتلال لعملية السيطرة على الأراضي الفلسطينية تماما كما يحدث في مناطق الأغوار لشرعنة الاستيطان الرعوي والزراعي وإنشاء عشرات البؤر الاستيطانية بهدف تكتيف الاستيطان هذا يتزامن مع أن هناك في مدينة جنين شمالية الضفة الغربية انطلاق لجنازة الفتى خالد رائد عروق ستة عشر عاما قتله جيش الاحتلال صباحا هذا اليوم في مدينة رام الله برصاص أصابته في نعم بالفعل جراح حرجة وخطيرة وصل إلى مجمع فلسطين الطبي وأعلن عن استشهاده ساعات صباح هذا اليوم تم نقل الجثمان إلى منزل عائلته في مدينة جنين ليوارى الثرى وتنطلق في هذه اللحظات جنازة تشييع الفتى ساعات فجر اليوم وصباح هذا اليوم شهدت عدة مناطق اقتحامات أبرزها بمدينة تلكرم حيث اعتقل الاحتلال ستة فلسطينيين لاحقا أفرج عن أحد منهم ليبقى عدد المعتقلين خمسة فلسطينيين على وقع تبادل لإطلاق النار واشتباكات مسلحة وتنفيذ سلسلة من المداهمات تركزت في مناطق عزبة الجراد والطياح وضاحية ارتاح وكذلك أيضا قرية فرعون إلى الجنوب من المدينة إصابة لشاب فلسطيني في بلدة بيت فوريك وفق بيان للهلال الأحمر الفلسطيني فإن شابا فلسطينيا أصيبها برصاص الاحتلال في القدم نقل لاحقا إلى مستشفيات مدينة نابلس لتلقي العلاج فيما اعتقل الاحتلال شابا آخر تقول هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن الاحتلال منذ ساعات صباح هذا اليوم نفذ حملة مداهمات واعتقالات واسعة أصفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين وفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني صدر طبعا صباح هذا اليوم فإن عدد المعتقلين الذين اعتقلهم نعم 12 فلسطينيا بينهم طفل وأسرى سابقون وتركزت وفق البيان في محافظة طول كرم وتوزعت بقية الاعتقالات في رامالله والخليل والقدس ليصل عدد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر وحتى هذا اليوم إلى 8455 فلسطينيا اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الصورة الميدانية في مناطق الضفة الغربية تترنح المنطقة بين اعتداءات واقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي وبين الاعتداءات الاستيطانية التي برمتها تجعل ضبابية أكبر في هذا النفق المظلم الذي تمر به القضية الفلسطينية باتجاه التوصل إلى أفق سياسي مما يجعل نقطة الاشتعال أكبر وتتسع إذا حتى أن الفترة المقبلة هنا لخشية من توسع رقعة الاقتحامات في مناطق الضفة الغربية للمقامات الدينية في قبر يوسف وإن كان في عورتة وكف الحارس وبعض المحميات والمواقع الأثرية في الضفة شكرا خالد شكرا جزيلا وطبعا شكر موصول زميلي شادي بعدسة شادي رأينا هذا الموقع الأثري في صباستيا شكرا خالد على الطاقة شكرا للمشاهدة